من المقر الوطني لقناة RT أمريكا في العاصمة واشنطن مرحبا بكم جميعا أنا ريك سانشيز هناك قانون يجب أن تعلموا عنه هذه الليلة وهو على ما يبدو ضد كل ما نؤمن به كأمريكيين إنه على الأرجح الشيء الأكثر مخالفة للدستور سمعت عنه على الإطلاق كمذيع إخباري لقد ولدت في كوبا وولداي جلباني إلى هنا للوليات المتحدة الأمريكية مع إخوتي لأنهم كانوا يخافون من أننا إذا ما بقينا هناك سيتم إجبارنا على التفكير سياسيا بطرق محددة لكن الآن وأنا أقرأ عن هذا القانون الجديد الذي أريد إطلاعكم عليه هذا القانون الذي يتغلغل في أمريكا يجب أن أعترف لكم بأنني مصعوق لأنه قانون يجبر الناس على التفكير سياسيا بطريقة محددة وهذا ما حاول والداي تجنبه أليس كذلك؟ هذا أمر جاد هذا القانون أدى لطرد معلمة في مدرسة في تكساس بل ومنع تقديم المساعدة لضحايا إعصار من قبل الحكومة وهو بشكل أساسي يعاقب أي مواطن أمريكي إذا ما تجرأ وقام بفعل يتعارض مع المصالح الاقتصادية لإسرائيل إنهم يقولون إذا ما أردت أن تعيش هنا يجب أن تكون داعما لإسرائيل وداعما لسياسات إسرائيل أعلم أن هذا يبدو جنونيا أنا أشعر بالجنون حاليا وأنا أذيع هذا لكم إنها أمريكا لسيمة وأنه لا يوجد قانون ولا يجب أن يكون هناك قانون أصلا في الدستور الأمريكي يرغم أي مواطن أمريكي على دعم أمريكا نفسها بالرغم من أننا نحب أمريكا يسمح لنا أن ننتقدها بل ونقاطعها مسموح لنا أن نحرق علمها بحسب المحكمة العليا لكن معلمة في تكساس لتسع سنوات قيل أنها متميزة في عملها منعت من العمل لصالح الحكومة لأنها رفضت التوقيع على عقد عمل يتضمن تعاهدا بعدم مقاطعة إسرائيل أو اتخاذ أي إجراءات قد تدر إسرائيل اقتصاديا أود أن أذهب هناك لأنني أريد أن أريكم شيئا على الأرجح أنكم تقولون حسنا ريك سانشيز أنت بالتأكيد تتكلم عن أحد القوانين الغريبة مثل القانون الموجود في ألاسكا مثلا والذي يقول إنك إذا قتلت حيوان الأيل فأنت مجبر على أكله وهذا قانون في ألاسكا بالمناسبة هناك قانون في جورجيا مثلا يحضر النوم على متن قارب لمدة ثلاثين يوما صحيح لا نحن لا نتكلم عن قانون شاذ نحن نتكلم عن قانون يقسم بالولاء لإسرائيل منتشر في معظم أنحاء الولايات المتحدة انظروا إلى الخارطة هل ترون كل هذه الولايات باللون الأحمر؟ 26 ولاية يوجد بها الآن هذا القانون الذي يقسم بالولاء لإسرائيل دعني أريكم الولايات الأخرى هل ترون الولايات باللون الأزرق الغامق؟ هذه الولايات قيد الانتظار لتشريع القانون رسميا 26 ولاية شرعت القانون و13 ولاية في انتظار تشريعه فقط 11 ولاية باللون الأزرق الفاتح هي الولايات التي يمكنك فيها أن تقاطع إسرائيل أو تنتقدها إذا ما آرت دعوني أكرر لا يوجد أي قانون يمنعك من معارضة أو مقاطعة أمريكا أو حتى تبني قضايا قد تدر بأمريكا اقتصاديا لكن هناك قوانين تمنعك من فعل ذلك ضد إسرائيل مدهش؟ أليس كذلك؟ معكم ريك سانشيز من عرتي أمريكا حيث نؤمن بنشر مثل هذه القصص حيث لن تشاهدها في وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى على الأغلب